يتم اليوم توديع غثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في خارسان الجنوبية ومن ثم سيوار أثرى في الحرم الرضوي في مشهد كان لقى رئيسي مصلع برفقة وزير الخارجي الإيراني ورفاقهم الأحد الماضي أثر تحط مروحية كانت تقلهم في منطقة ورزقان في محافظة أدريبيجان الشرقية كان رئيسي ورفاقه في طريقهم إلى تبريز بطائرة هليكوبتر بعد مراسم تدشين سد قيز قلعة سي التي أقيمت بحضور الرئيس الأزربيجاني إلهام عليهم لكن المروحية تعرضت لحادث في منطف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان أقيمت الليلة الماضية مراسم توديع رئيسي ورفاقه في مصلة طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة وأقيمت مراسم التأمين في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين ومنذ السابعة والنصف صباح الأمس بدأت في جامعة طهران مراسم تشيئ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبدالهيان وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم ومحافظ أذري بجان الشرقية ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي والطيار طاهر مصطفوي ومساعد الطيار محسن دريانوش والمساعد الفني للطيار بهروز قديمين اختشد عشرات الألاف الإيرانيين في وقت مبكر بالأمس الأربعاء في وسط طهران المشاركة في مراسم تشيئ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء في جامعة طهران على جثمان الراحل إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان برفقة وعقب صلاة خامنئي على الجثامين بدأ حمل جثامين على أكتاف هذه العاصمة الذين توافدوا بأعداد كبيرة من جامعة طهران حتى ساحة أزادي شارك أو يشارك خمسة عشر من القادة وكبار المسؤولين من ثلاثة عشر دولة في مراسم تأبين الرئيس الإيراني الرحل إبراهيم رئيسي وتوجد مصر في مقدمة المشاركين في تقديم واجب العذاب حيث سافر وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران لتمثيل مصر في مراسم العذاب الرسمية صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية وذكر باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري سوف يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العذاب مؤكداً تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة بهذا الظرف الدقيق ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا وصل أمير قطر وزعيم الوطني لتركمونستان ورئيسة تونس وطاقشستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وقطر وأدريبيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزباكستان وكازاخستان ولبنان إلى طهران لحضور مراسم التأبين فذكرت أن نحو خمسين وفداً أجنبياً رفيع المستوى شاركوا في مراسم التأبين بحضور محمد مخبر الرئيس الإيراني بالإنابة ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي بقري ومن بين المشاركين الأجانب نحو عشرة فود على مستوى القادة ونحو عشرين وفداً على مستوى الوزراء والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم كما حضر الجنازة كبار المسؤولين وقادة الحارث السوري الإيراني وكان من بين الحضور أيضاً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم إذن مشاهدين كان هذا الجديد بخصوص تشيع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي عقب سقوط الطائرة التي كان يستقل لها الأحد الماضي شكراً جزيلاً على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة